رغم انحسار فيروس كورونا في منطقتين بيت لحم وطول كرم يستمر الفلسطينيون في كافة مناطق سكنهم باتخاذ اقصى الاجراءات الاحترازية والوقائية سواء اكان في منازلهم او اماكن عملهم او في المرافق العامة مع ارتفاع مجمل الاصابات في فلسطين الى ثمانية وثلاثين بعد الكشف عن فحوصات ثلاث اشخاص مصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم صباح اليوم تطمئن الحكومة المواطنين بان الفيروس لا يزال محصورا بمنطقتين بيت لحم وطول كرم ولم ينتقل الى مدن اخرى حالة الصحية للحالات الخمسة وثلاثين التي اعلن عنها يوم امس في الحجز الصحي مستقرة اضيفت اليها هذا الصباح ثلاث حالات جديدة بعد فرز خمسة وثلاثين عينة اخضعت للفحص هذا الصباح ليرتفع تعداد المصابين في فلسطين الى ثمانية وثلاثين حالة منها حالة واحدة في طول كرم والباقي في مدينة بيت لحم ولكن ومنذ اعلان حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية في الخامس من الشهر الجاري وما تبع ذلك من اغلاقات للمدارس والمطاعم وغيرها من الاجراءات الوقائية ارتفعت مبيعات منتجات المعقمات الطبية والكمامات فلا يكاد يخلو اي منزلا او مكان عمل من المعقمات والخطوات الاحتياطية لمنع تفشي الفيروس صار استهلاك كثير كثير وما كانش الواحد مستعد للاستهلاك هذا الفجائي صار فيه كورت يعني فيه نقص فيه بعض الشغلات مش كلهم بس احب نحاول انه يكون موجود دائما وكمامات كمان اخرى صار استهلاك كثير الكمامات فقلة الكمامات موجودة لما واحد يحكي مع واحد ما يكونش قريب عليه يكون بعيد يكون في اتجاه المعاكس للشخص اللي اقباله يعني مثلا انا اكيد بحكي معاك بالطريقة هاي بحكيش معاك وجها اللي وجه عرفتك كيف بعدين السلام بلا منه والقبلات بلا منها دخلت على احدى البتاجر السوبر ماركت في رمالله اول ما الواحد يدخل على الباب بيعطموله ادي وبلبسوه كفوف وبلف جوة السوبر ماركت يتناول اغراضه وبطلع يعني وهو لبسهم هذه طريقة يعني مضمونة ويعني بتكون وقائية كثير منيحة يعني ووفق بياني وزارة الصحة التابعة لكيان الاحتلال فان اعداد المصابين بفيروس كورونا في الداخل المحتل في ارتفاع مستمرا وغير محصورا في مناطق معينة ما دفع بن يمين نتنياهو لتعطيل المدارس والجامعات من فلسطين المحتلة ايا الخطيب رؤيا